أول إصلاح مهم وكبير هو القانون اللي كيتعلق بشرائع ديال العمال واللي فيهم كينتضم الحق الدستوري ديال الإدراب لأنهم كيف مكتعرفوا ولو أنه كين قانون محطوط في المؤسسة الشريعية ولكنهم لم يحضر بنقاش في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ورفضت النقابات أن تتدوله مداما يعني لم صيرورة لدار ماشي هي صيرورة لخصاتكم احنا اتفقنا على أنه لن نخرج هذا القانون من المؤسسة الشريعية لاعتبارات مؤسساتية ولكن الحكومة والنقابات وأرباب العمل ترفقوا على فتح هذا الملف وعطينا نفسنا من هنا حتى لناير إن شاء الله بموجب الاتفاق باش نوصلوا لواحد الاتفاق على وحد العدد ديال المواضيع المطروحة هذا القانون اللي كينتضم الحق الدستوري ديال الإدراب بطبيعة الحال عنده بعدين كما لا يخفى عليكم عنده واحد البعد الذي يتعلق بالحقوق ديال شغيلة يعني الإدراب هم من الوسائل بطبيعة الحال باش كي تبين الشغيلة يعني المواقف ديالها وكتفاوض ولكن في نفس الوقت هناك ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية والتنافسية ديالها في إطار احترام القانون لأن شنو اللي مخبع تحت هذا القانون ديال الإدراب مخبع تحت منه المدونة ديالشغل يعني علش الناس كي يديروا الإدراب كين اللي كي يدير الإدراب بدون سبب ولكن كين اللي كي يدير الإدراب لأسباب فهذا المدونة ديالشغل راه اعتهي عندنا في البرنامج ديالنا في يوليوز من السنة المقبلة غتيت تفقنا عليه وقنا عليه غتيت نقولكم راه مع أمرو مكان أننا نعطيه لنفسنا واحد سقف زماني ونلزمه على نفسنا نوصله للتفاق مع أمرها مكانت بشكل عالني اشتركوا في القناة